خدروه وإلى مكان بعيد أخذوه ثم قتلوه ضربا على رأسه بعد فشل محاولة خنقه محمد شاب قتل على يد زوجته بالتعاون مع عشيقها في منطقة السرادات ببغداد رمو الجثة في إحدى البساتين ثم أبلغت الزوجة أهل زوجها باختفائه بعد يوم من الجريمة عشيقها بلال من عمتها جاب المناوم مطيهم وياه مشربتي الهياب ويا الفوارم خليتي الهياب المي نايم خابرتها جايهم بالسبعة وخمسة وثلاثين دقيقة طب ما أخذوا وطالع بس خانقي قبل ما منايم فاقد خانقينا ورطوا إيديا ورجلهم صعدي بالسيارة أخذ يم البستان هناك منزل من السيارة هناك حجرة شبيرة بلقا بها الشياش ضربة ضربتين براسة وعايفه مهزو هو باعتراف الولد نحن نخابرنا بنفس اليوم الجمعة خابتنا هي الخميس مسوين الحادثة هي ويعمل تفقين الجمعة خابتنا وقالتنا عائلة المقتول لم تعرف من القاتل لحين تتبع كاميرات المراقبة الزوجة كانت تستعد للهروب وعند إلقاء القبض عليها وعلى عشيقها اعترفا بقتل زوجها أثناء التحقيق اعتراف تطالب أم المقتول في قباله بإعدامهما بورما شفنا بالكاميرات سيارتها موجودة بمحل الحادث صار الشك علي أن تعال أنت سيارتك شعدها بمحل الحادث القينا القبض عليها اعترف أثناء ما دنلقي القبض على البنية البنية كانت تتريد تنهزم وما تزال القضية عند المحاكم وبانتظار التقرير الطبي للجثة لمحاكمة الزوجة وعشيقها المحكوم بجرائم سابقة كما يقول أهل المقتول فيما تبقى دوافع القتل مبهما حتى الآن من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير اشتركوا في القناة